دلوقتي سنسيب حضراتكم مع موجز لأهم الأنباء بصحبة زملتنا ليندا عبداللطيف إليك ليندا شكرا مصطفى التسعب بتوقيت القاهرة السبع بتوقيت جرينتش موجز والأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم تبدل رئيس عبدالفتاح السيسي الاتصالات الهاتفية مع عدد من ملوكي وزعمائي وأمرائي وقادتي عدد من الدول العربية للتهنائة بعيد الفطر المبارك وأعرب رئيس السيسي خلال الاتصالات عن خالص تهنئتي بحلول العيد وتمنياته للدول والشوب العربية بكل الخير والتقدم والرخاء ومن جانبهم أعرب الملوك والزعماء والقادة العرب عن تمنياتهم لمصر بالخير والرخاء والزهار تابع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي الجهود المبدولة من قبل لجنة الطبية العليا والاستغفات بالمجلس خلال شهر إبريل الجاري جاء ذلك خلال استعراضيه التقرير المقدم من الدكتور حساب المصري المستشار الطبي لرئاسة مجلس الوزراء رئيس اللجنة حيث أثنى رئيس الوزراء على الجهود المبدولة من قبل لجنة وتعاملها الفوري مع ما يتم رصده من استغاثات للمواطنين تتعلق بالقطاع الصحي وسعيها لتوفير الرعاية الطبية اللازمة لهم بالتنصيق مع الوزراء والجهات المعنية مؤكدا أهمية الاستمرار في تكثيف هذه الجهود من أجل المساعدة في رفع المعاناة عن المرضى وذويهم وتوفير كافة سبل الدعم الممكن لهم تنفيذا لتوجهة الرئيس عبدالفتاح السيسي أمرت أنيابة العامة بحبس قائد دراجة آلية أربعة أيام اختياطيا على ذمة التحقيقات لتسببه خطأ برعونته وعدم احترازه في وفاة ثمانية أطفال غرقا بالبحيرة كما أمرت أنيابة العامة بحبس متهم آخر لارتكابه جريمة الإتجار بالبشر في حق المتوفين وتشغيلهم وهم دون السن القانونية أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي السقوط صاروخين خارج قاعدة عين الأسد بمحافظة الأنبار وذكرت الخلية في بيان أن الصاروخين وقاعدون خسائر تذكر مضيفة أن القوات الأمنية فتحت تحقيقا لمعرفة ملابسات الحادث قالت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الأوكرانية قصفت قريتين في منطقة خرصون وأضفت الوزارة أن القصف استهدف مدرسة وروضة أطفال ومقبرة مشيرة إلى سقوط قتلى وجرح من المدنيين لكنها لم تذكر أي معلومات عنهم أعلنت ألجنة الوطنية للصحة في الصين أن البر الرئيسي سجل 8329 إصابة جديدة مؤكدة بفارس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات في الصين إلى 216587 إصابة وأشرت اللجنة في بيانها اليومي إلى تسجيل 38 وفاة جديدة بالفارس كلها في شانجهاي لترتفع حصيلة الوفيات إلى 5060 حالة نهاية مجزة التسانع والاستكمال باقي فقراء صباح خير يا مصر بعد الفاصل